مرحبا فيكم في الجلسة 244 لمجلس وزراء في اليوم 137 للحرب وكأنها تتجدد من جديد اليوم يجري محاصرة مجمع ناصر الطبي مما يعرض حياة المرضى والجرحى والطواقم الطبية لخطر كبير والمجمع بلا ماء ولا كهرباء ولا أكسجين أكثر من 107 شهداء في 24 ساعة الماضية وحوالي 150 جريح مما يرفع عدد الشهداء إلى ما يقارب 30 ألف شهيد وعدد الجرحى ما يقارب 70 ألف جريح إضافة إلى 9 ألاف مفقود على العالم منع اجتياح رفح رفح الآن وعاء قابل الانفجار واجتياح رفح يعني سقوط ألاف الشهداء يجب منع إسرائيل من هذا العدوان والسماح للمواطنين بالعودة إلى بيوتهم في شمال ووسط قطاع غزة وقد تحدثنا مع كل من اجتمعنا بهم من أجل ذلك ومن أجل وقف شامل وتام للعدوان ونأمل من الأمم المتحدة أن تستمر في جهدها لوقف القتل بحق شعبنا والعدوان عليه وتوسيع حجم ورقعة المساعدات بما يشمل جميع أنحاء قطاع غزة بالإضافة للجوع والعطش الذي يشهد أهلنا في قطاع غزة وقطع الماء والكهرباء فإن العملية التعليمية متعطلة تماماً في قطاع غزة حيث حرم جميع طلبة المدارس والجامعات والمعاهد من عام دراسي كامل منهم ثماني وثمانين ألف طالب جامعي وحوالي نص مليون طالب مدرس ودمرت المدارس كما دمرت خمس جامعات من أصل ستة دمار كامل وجزئي منها ثلاث جامعات دمار كامل واستشهد ثلاث رؤساء جامعات كما استشهد خمس وتسعين أستاذ جامعي منهم سبعة وسبعين من حملت شهادة الدكتوراه لقد طلبت من وزير التربية والتعليم والتعليم العالي بالبدء بكل الترتيبات الممكنة من أجل وضع السيناريوهات المناسبة والممكنة أيضاً بما يضمن إعادة انتظام العملية فور وقف العدوان كما طلبت منه الترتيب مع الجامعات الفلسطينية هنا لتقديم كل تسهيل ممكن للطلبة في قطاع غزة للالتحاق بالبرامج التعليمية حيثما أمكن وتقديم كل عون لطلبتنا في القطاع وهنا في الضفة الغربية تستمر ماكنة القتل والاعتداء ويجري خنق لمدينة نابلس وطول كرم ومنع التنقل والحركة خارجهما من جانب آخر كمنا بالمشاركة في قمة الاتحاد الافريقي وتحدثت نيابة عن السيد الرئيس وقد استقبلنا على أعلى منصة افريقية باسم فلسطين وقبلنا بترحاب كبير ولمست حجم التأييد الكبير لفلسطين في افريقيا وعليه أتقدم بالشكر للاتحاد الافريقي بكامل دوله وعضائه ومفوضيه كما شاركت في منتدم يونخ للأمن وقابلنا العديد من المسؤولين الدوليين وقد لمستوا أن هناك إجماع على ما يلي واحد إدانة إسرائيل وعدوانها على غزة وأنها تقف مدانة أمام العالم ومعزولة اثنين أن العالم يريد وقف العدوان فوراً وإدخال أكبر كمية من المساعدات إلى غزة ثلاث هناك إجماع دولي على أن الوقت قد حان للاعتراف بدولة فلسطين وسوف نشهد حراكاً بهذا الاتجاه في الأشهر القادمة رابعاً أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس هي مركز النشاط الدبلوماسي والسياسي وأن لا بديل عنها مهما كان من جانب آخر بخصوص أموال المقاصة لا زالت إسرائيل تحتجز كامل أموال المقاصة وحتى هذه اللحظة لم تكن إسرائيل بتحويل أي مبالغ لنا ولم يحصل أن جرى مثل هذا الأمر على مدار الثلاثين سنة الماضية من جانب آخر تم الاتفاق مع النرويج أن تحول قيمة المبالغ التي نحولها لقطاع غزة لترسل إلى حساب خاص في النرويج إن هذا الترتيب اشترطت به إسرائيل أن لا يتم إرسال أي مبالغ لنا من الأموال المحتجزة والمحولة للنرويج ولم تكن إسرائيل بتحويل المبالغ للنرويج أيضا حتى تاريخه إن هذا الترتيب لا يعطينا حقنا في كامل أموالنا وعليه فإن هذا الأمر لا يحل لنا الأزمة المالية ولكن سيتم إخراج الأموال والبالغ حجمها حتى تاريخه حوالي 800 مليون شيكل من أيدي الإسرائيليين لتودع في حساب خاص في النرويج وسيتم تحويل ما يتبقى لنا من أموال من جانب آخر بدأت أمس محكمة العدل الدولية بالاستماع إلى مرافعات من 56 دولة حول السؤال المحل المحكمة من الجمعية العامة والمتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية فهل هذا الاحتلال مؤقت أم دائم وما طبيعته وهل هو احتلال مستدام أم استعمار كولونيالي أم نظام فصل عنصري أم أنه كل ذلك وعلى المحكمة أن تقدم رأيا استشاريا عند الانتهاء من المداولات للجمعية العامة للأمم المتحدة ونحن سوف نتابع هذه القضية عبر كل المؤسسات الدولية لنزع كل شرعية عن الاحتلال من أجل إنهائه أغلبية المرافعات هي من دول صديقة وشقيقة وهي لصالح فلسطين وهناك بعض المرافعات ستكون لخدمة دولة الاحتلال من دول تدور في فلك الاستعمار والإمبريالية العالمية وأداتها إسرائيل أشكر جميع الدول التي ستقدم مرافعات لصالح فلسطين وأشكر فريقنا الذي يتابع هذه القضايا عن قرب والشكر للجزائر الشقيقة التي تقدمت بمشروع قرار لمجلس الأمن لوقف العدوان على أهلنا في قطاع غزة مجلس وزراء يتابع العدوان على غزة ويعمل كل الممكن من أجل وقف هذا العدوان وهذه الجرائم وشكرا در سيدة موسيقى اشتركوا في القناة